حياكم الله مجدداً مشاهدين الأكارم وصلنا معكم إلى الفقرة النقاشية في حلقتها للصباح نناقش فيها موضوع مكاسب رمضان وكيفية الحفاظ عليها هي مكاسب عظيمة اكتسبناها في رمضان ففيه يقبل الشخص لعمل العبادات بقلبه ويستشعر لذتها وأنها لست مجرد عادة اعتاد على القيام بها فرمضان بالتأكيد هو شهر مختلف ولكن كيف يمكن أن نحافظ على هذه المكاسب العظيمة والعدات الطيبة بعد شهر رمضان المبارك سنتعرف على ذلك كل مع ضيفنا عبر الأكمار الصناعية الشيخ محمد الوصابي وهو إمام وخطيب مسجد قبأ بمدينة تعز شيخ محمد أهلا وسهلا فيك حياكم الله أهلا وسهلا بكم وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وأمتنا الإسلامية بإذن الله عز وجل بألف خير وسلامة وأنت بألف صحة وسلامة يا رب طيب إذا نبدأ نقاشنا في هذه الفقرة لهذا الصباح شيخ محمد بالحديث عن ما هي أبرز المكاسب التي يخرج بها المسلم من شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد بالنسبة لمكاسب رمضان يمكن أن نقسمها إلى قسمين اثنين قسم يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى والقسم الآخر بعلاقة الإنسان مع البشر فالقسم الأول علاقة الإنسان بالله عز وجل رمضان علمنا كيفية العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى فالإنسان في رمضان متقرب إلى الله بأنواع العبادات فهو في صيام وفي صلاة وفي دعاء وفي خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى وبذلل للمعروف والخير فعلمنا رمضان أن يستطيع الإنسان أن يحافظ على القدر البسيط من العبادات وأن يستمر عليها صلاة القيام الليل يستطيع الإنسان أن يحافظ على ركعة واحدة حتى قراءة القرآن علمنا رمضان صلاة الضحى علمنا أن نكون دائمي القرب من الله سبحانه وتعالى أما مع البشر فعلمنا رمضان أن نكون قريبين أيضا من البشر وأحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده وأجمل وأحسن عمل يقوبه الإنسان هو أن يدخل سرورا على قلب إنسان مسلم علمنا رمضان حسن الجوار علمنا كف الأذى عن الناس علمنا أن نكون محسنين إلى عباد الله جميعا وأن نكون إخوة متحابين فالإسلام هو دين الإخاء ودين الرحمة حتى على الذين هم في غير ملتنا أو على غير ملتنا علمنا الإسلام أن نكون محسنين إليهم فهذه أهم المكاسب التي يخرج بها الإنسان في رمضان أن يكون متقل الله سبحانه وتعالى قريب من الله محسن إلى عباد الله سبحانه وتعالى نعم طيب شيخ محمد يعني طوال العام يقال أنه شهر رمضان شهر الشحن الروحاني لطوال أيام السنة فحتى يعني بالنسبة للفرد وحياته مع الآخرين طوال هذا العام والشحن الجديد للعام الجديد ما هي أثار هذه المكاسب كلها على المجتمع طبعا يا أخي الكريم الآثار ينبغي أن تصاحب الإنسان بعد رمضان كان الصحابة رضوان الله عليهم كما هو معلوم عنهم يستقبلون رمضان ستة أشهر ويودعونه ستة أشهر فكانت سنتهم كلها رمضان يعني أنهم استطاعوا أن يسحبوا شهر رمضان إلى بقية أشهر العام كلها فتخلقوا بأخلاق رمضان على مدار العام كامل ولذلك ينبغي أن تكون هذه الآثار أو المكاسب التي نحصل عليهم من رمضان أن تبقى مع الإنسان ليس أمرا طبيعيا أن ينتكس الإنسان أو أن يعود الإنسان إلى ما كان عليه قبل رمضان أو أسوأ الأصل أن الإنسان يدخل إلى رمضان ثم يخرج منه وهو أحسن حالا في تعامله مع الله أو في تعامله مع عباد الله سبحانه وتعالى آثار رمضان تنعكس على الإنسان حسن تعامل مع الناس تنعكس على الإنسان حسن في علاقته مع أهل بيته مع جيرانه في صلة الأرحام في علاقته في بيعه وشرائه في وظيفته في أي عمل يقوبه الإنسان ينبغي أن تنعكس آثار رمضان عليه يعني يكون الإنسان فعلا مطبقا لما كان عليه في رمضان في بقية أيام السنة هكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم دائما العبادة متواصل لأنه يعلم أن الله عز وجل معه في كل أيام السنة في كل دقائقه التي يعيشها في هذه الحياة نعم طيب شيخ محمد حتى من العادات الجميلة الطيبة والتي يفترض أن كل المسلمين عليها قراءة القرآن والورد القرآني دائم طوال أيام شهر الرمضان المبارك يعني ما جمال الالتزام بهذه العادة الطيبة وما هو الوقت أيضا الأنسب والأجمل لقراءة الورد القرآني يوميا معلوم يا أخي الكريم أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى من أراد أن يتخاطب مع ربه عز وجل فعليه أن يقرأ القرآن لأن القرآن عبارة عن نداء الله يخاطب يا أيها الذين آمنوا والذين آمنوا يقولون ربنا عليك توكلنا ربنا آمنا وهكذا فقراءة القرآن والمحافظة عليها من أخلاقية المسلم من الأشياء البديهية التي لا ينبغي للإنسان المسلم أن يتخلى عنها أبدا يستطيع الإنسان أن يحافظ على ورد يومي من كلام الله سبحانه وتعالى ولو جزءا واحدا في اليوم والجزء الواحد لا يستغرم إلى الإنسان ربع ساعة فقط قد يستطيع الإنسان أن يقسم هذا الورد هذا الجزء على يومه بشكل عام أما أفضل وقت للقراءة وللعبادة بشكل عام أن يكون قلبك حاضرا هناك الأوقات الثمينة الأوقات الغالية جدا وقت بعد الفجر هذا الوقت من أثمن الأوقات التي تمر على الإنسان في حياته عندما يصلي الإنسان الفجر في جماعة ثم يبقى بعد ذلك في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى ويتلو كتاب الله عز وجل هذا وقت ثمين يضيعه كثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية فهذا وقت يا أخي ينبغي المحافظة عليه قبل النوم أيضا يستطيع إنسان قبل أن ينام أن يتلو ولو صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل صفحة واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنك عندما تقول الألف لام ميم ليس حرفا واحدا وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بعشر حسنات فتخيل الكم الهائل من الحسنات الذي يجنيه الإنسان يعني من قراءته للقرآن ومن استمراره في ورده اليومي لكتاب الله سبحانه وتعالى نعم يعني من المعروف شيخ محمد أن الهمم خلال شهر رمضان المبارك تكون عالية لأداء العبادات ما أن ينتهي شهر رمضان يعود الشخص إلى حاله السابقة وتتلاشى هذه الهمة ما هي الأسباب التي تكون وراء تلاشى الهمم وما الذي قد يجعلنا نخسر مكاسب رمضان التي تحدثت عليها أو عنها من بداية هذه الفقرة أسباب هبوط الهمة أو ضعف الهمة بعد رمضان كثيرة لعلي أذكر بعض الأسباب سريعا أولها أن الإنسان يكون في إخلاصه شيء في إخلاصه ضعف لأنه ما كان لله أي عمل يقوم به الإنسان لله عز وجل دام واتصل لا يمكن أن ينقطع وما كان لغير الله إن قطع وأنفصل الإنسان عندما يعمل العمل يرأي فيه الناس فيذهب هذا العمل وينتهي ويضمحل أما إن كان يقوم بهذا العمل مخلصا لله عز وجل فلا شك أن هذا العمل سيستمر معه طوال حياته إذن عدم الإخلاص أولا ثم بعد ذلك يأتي عدم استشعار الأجر عدم استشعار الأجر لأن الإنسان لو كان مستشعرا للأجر في عمله الذي يقوم به أي أن كان هذا العمل سواء كان عملا عباديا لله عز وجل أو عملا في المعاملات المتعلقة يعني بين الإنسان وبين البشر فإذا كان الإنسان مستشعرا للأجر يا أخي إذا كانت إمرأة بغي سقت كلبا وهي مخلصة لله عز وجل في هذا العمل غفر الله عز وجل لها وأدخلها الجنة فاستشعار الأجر أمر مهم أيضا النفس لو تتبعنا آيات القرآن الكريم لو وجدنا أن أغلب الجرائم أو المعاصي التي يقع فيها الإنسان بسبب النفس إن النفس لأمارة بالسوء وقال الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه وذكر عن السامري قال وكذلك سولت لي نفسي فالنفس التي بين جنبينا هي من أكبر أعدائنا الذي ينبغي أن نواجهها بحزم وبشدة أيضا طول الأمل طول الأمل الإنسان يقول يعني إذا كبرت سأفعل كذا في اليوم الفلاني سأفعل كذا إن شاء الله في السنة القادمة سأفعل كذا ويتراخى عن الأعمال ويتركها أيضا يا أخي التوسع في المباحات نرى بعد العيد توسع كبير في المباحات وله أحيانا يعني يذهب الإنسان إلى الحديقة وهذا ملاحظ على كثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يذهب إلى الحديقة ويضيع صلاة العصر للأسف الشديد للأسف الشديد ينبغي أن يتنبه لهذا أيضا الإبتعاد عن الأجواء الإيمانية شهر رمضان كان جو إيماني المساجد مبتلئة بالمصلين المصاحف مشغولة تقدر تدخل المسجد لا تجد مصحفا واحدا تقرأ فيه لأن الناس يملؤون المسجد ويطلون كتاب الله عز وجل الروحانية موجودة بعد رمضان تنتهي هذه الأمور ويبتعد الإنسان عن الجو الإيماني لذلك ينبغي الإنسان أن يحافظ على الجو الإيماني وأن يكون متقربا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى مصاحبا لمن يذكره بالله عز وجل هذه هي تقريبا أهم الأسباب التي تؤدي إلى أن الإنسان تضعف همته وتضعف قوته في العبادة بعد رمضان لكن طبيعي أن الإنسان يضعف الإنسان يكون هناك شدة في العبادة وحيانا فترة لكن ينبغي أن تكون فترتنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم طيب يعني دعني أبدأ من حيث انتهيت شيخ محمد كيف يمكن أن يحافظ الشخص على مكاسب شهر رمضان ويستشعر الصحبة الإلهية معه طوال أيام العام يستطيع الإنسان يا أخي أن يحافظ على هذه المكاسب أولا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى لأنه كما قلت ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل الإخلاص لله في العمل هو الذي يساعدك أن تثبت على عبادتك وعلى طاعتك بعد شهر رمضان أيضا الدعاء الدعاء سلاح المؤمن القوي ليس سلاح المؤمن الضعيف سلاح المؤمن القوي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة كلها دعاء جميلا يقولونه يقول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء فمن باب أولى نحن أن نكثر من هذا الدعاء وخاصة عند سجودنا فأقرب ما يكون العبد فيه إلى الله عز وجل وهو ساجد فلنكثر من الدعاء أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى على عبادته لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها المولى عز وجل كيف يشاء فنتبرع إلى الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته وأن يثبتنا على حسن أخلاقنا التي كانت في رمضان أيضا أن يكون الإنسان متنوع في عبادته متنوع في طاعته لله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبه أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الأذى تميطه عن طريق الناس وتبعده عن طريق الناس هذا شعبة من شعب الإيمان أعمال الإيمان كثيرة أعمال البر كثيرة لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يأتي من أبواب الخير كلها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخاطف الصحابة في يوم من الأيام من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا من اتبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في إنسان أو في مريء مسلم إلا أدخلناه الجنة فالإنسان يستطيع أن يثبت على عبادة الله عز وجل بعد رمضان بهذه الأمور الإخلاص الدعاء لله عز وجل وكذلك تنوع العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى نعم طيب شيخ محمد اسمح ليختم معاك هذا اللقاء بسؤال ما أهمية وضع حد أدنى للعبادات بالشكل الصحيح والكامل بحيث لا يمكن تجاوز هذا الحد حتى بعد رمضان ولا يمكن حتى التهون فيه وكيف يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على مكاسب رمضان هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل عبد الله بن عبر بن العاصي يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل فأهمية أن يجعل الإنسان لنفسه حد أدنى من العبادة لا يمكن تجاوزه يساعد هذا الإنسان المؤمن على أن يثبت على عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يكسل عنها من الناس من يشدد على نفسه في العبادة ويعني تراه بعد فترة قد انسلخ وترك العبادة وترك الطاعات ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على كما قال النبي عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل على سبيل المثال قيام الليل يستطيع الإنسان أن يقوم الليل ولو بركعة واحدة يحافظ عليها قبل أن ينام يستطيع الإنسان أن يحافظ كما ذكرنا على ورد يوم من القرآن الكريم يا أخي ولو ربع حزب يعني ولو وجه واحد من صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل أهم شيء أن لا يترك هذا العمل يستطيع الإنسان في الصدقة على سبيل المثال يعني أن يعود نفسه على أن يخرج ولو حتى في الأسبوع مئة ريال أو خمسمائة ريال أو ألف ريال في الأسبوع يخرجها لله سبحانه وتعالى يستطيع الإنسان أن يساهم في حل مشكلة مع جيرانه أن يساعد الجيران في أمور حياتهم أن يتفقد أحوالهم ولو مر في الشهر الواحد المهم أن يكون الإنسان حد أدنى من العبادة لا يمكن تجاوزه يعني خط أحمر لا يمكن أن يتجاوز عنه ويعني أختم بيعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله يا رسول الله ما فرض الله عليه فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام الخمسة الشهادة ثم بعد ذلك الصلوات الخمس فقط دون نوافل ثم بعد ذلك ذكر له الزكاة وغير ذلك من أركان الإسلام فقال يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق الله صدقه الله فهذا الإنسان ذكر أنه سيحافظ على الفرائض وليس هناك أحب إلى الله عز وجل من أن يحافظ الإنسان على الفرائض قال الله في الحديث القدسي يعني ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه يعني أحب شيء تتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض وهذا هو الحد الأدنى من العبادة الله أتك العافظ أنك لا تترك هذه الفرائض وثم قال يعني وما تقرب إلي يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر هذا الحديث فالحد الأدنى يا أخي الكريم الفرائض التي لا ينبغي أن نتركها أبدا هذا هو أقل شيء في العبادة لله سبحانه وتعالى نعم الشيخ محمد دلوصابي وأنت إمام وخطيب مسجد قبة بمدينة تعز كنت معنا شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح ونتمنى أن تكون رسالتك وصلت لكل المشاهدين جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم ونفع بهذا البرنامج ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن يعيد علينا شهر رمضان والأمة الإسلامية بخير وعافية وبلدنا الحبيب في خير وعافية بإذن الله سبحانه وتعالى وفقكم الله باياك أرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر